هل في حد أيها حبيب تفضل؟ في حد يرس عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول المفهومه يعني اللي هو إنه أغلب أهل النار من النساء هو ده ليه؟ وهي دي فطرة عند النساء اللي هم بيزنبوا أكتر من الرجال ولا فيه سعب أخر؟ لا مش فطرة ده صفات بتأتي من الاستهانة بالتعليم المرأة عبر القرون ماهتمتش بالتعليم فإيه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة إحنا بنسميها في علم الاجتماع امرأة ألف ليلة وليلة اللي هي كنا زمان نقول امرأة الكنبة والشيلت الراجل ويجيبوا في سير الناس ويجيبوا غيبة ونميمة والحاجات دي كلها كانت موجودة في الصورة النمطية بتاعة المرأة اللي في ألف ليلة وليلة بعد كده ربنا من علينا ابتداء من القرن التاسع عشر وفاء الناس بدأ الناس يهتموا بتعليم البنات وأول واحد فكر في هذا محمد علي باشا وفتح مدرسة للبنات كانوا فيها ستين بنت بدأوا يتعلموا وبدأ من هنا مشوار التعليم اللي غير وجه مصر ثم غير وجه العالم كله الإسلامي والعربي والإسلامي لما البنت تعلمت راحت كل هذه الصفات أو أغلبها اللي جاية من الحبسة واللي جاية من الجهل والأمية واللي جاية من الاهتمام بعالم الأشياء دون علم الأفكار ابتدت تقل 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 وكل ما قلت كل ما بدأت البنت تنزل وتبقى مديرة ووزيرة ونائبة في البرلمان ومفكرة وكاتبة وكذا إلى آخرين كل ما كانت المرأة تخرج وتتعلم كل ما كان الصورة النمطية للمرأة بتاعة ألف ليلة والإيلة دي مش موجود